موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا بأن جملة من الفقهاء ذهب إلى أن من مبطلات الصوم تعمد الكذب على الله أو النبي صلى الله عليه وآله أو لأم عليهم السلام واحتاط بعضهم في إلحاق ذلك إلحاق السيدة الزهراء عليها السلام بذلك وإحتاط أيضا البعض في إلحاق سائر الأنبياء والأوصية قلنا هناك إشكالية تقع بالنسبة إلى من يعلم أن قراءة القرآن لا يضبطها يعلم أن عليه أخطاء أثناء القراءة بالتالي يجوز أن يقرأ القرآن في نهار شهر رمضان مع علمه أنه يقرأه بنحو خطأ عليه أخطاء الجواب حتى يتخلص من الوقوع في تعمد الكذب على الله تبارك وتعالى يمكن أن يقرأ القرآن لكن لا بنحو أنها هي القراءة التي نزل بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله أو القراءة التي كان يقرأ بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي لا يقع فيه محذور مفطرية تعمد الكذب على الله تبارك وتعالى هذه الإشكالية التي ذكرتها في الحلقة الماضية أيضا هي هي بالنسبة إلى روايات الأئمة عليهم السلام أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أنه من لا يعرف نص الحديث هل يمكنه أن يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو لا يأتي بنص قول الإمام عليه السلام الجواب نعم الإشكال هو الإشكال لهذا ما هو الحل ما هو المخرج المخرج أن تقول مثلا ما مضمونه مضمون الحديث الذي قاله النبي مضمون الحديث الذي قاله الإمام الصادق عليه السلام هو كذا وكذا أن تأتي بالمضمون لا أن تأتي بالنص وأنت تعلم بأن هذا النص ليس هو مما قاله الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذن فالخلاصة من أراد أن يحتاط بالنسبة إلى قراءة الأحاديث التي لا يعلم نصها ما عليه إلا أن يأتي بالمضمون خب يبقى الكلام أنه إذا جاءت أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنقى الأحاديث تنقى الروايات مجرد قراءتها مجرد قراءتها يؤثر على صحة الصوم أم لا الجواب لا أنت مجرد أن تقرأ هذه القراءة لا تؤثر على صحة الصوم نعم إذا علمت أن هذا القول ليس مما قاله النبي صلى الله عليه وآله أو ليس مما قاله الإمام المعصوم عليه السلام وتقول قال المعصوم هذا إشكال هذا يقدح في صحة الصوم أما لك أن تقول رويا قيل نقل في الكتاب الفلاني هذا الأثار هذا كله لا يقدح في صحة الصوم المعيار ما هو المعيار أنك تكذب على الله تكذب على المعصوم أم لا عندنا مسألة أخيرة ونختم بها وهي مسألة لو أن الإنسان تعمد الكذب وبان أنه صدقون هذا يقدح في صحة الصوم أم لا جوابه نتركه إلى اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة